السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم بحلقة جديدة من يلا ماركتنج الحلقة هاي راح نحكي فيها عن البيزنس امبيوتي عن الميستري الالغاز اللي معظم الماركترز أصحاب البيزنس اونرز بيحطوا العملاء تابعونهم فيها من غير قصد أو من قصد لأنه الكميونيكيشن بالبيزنس امبيوتي إذا كان الكميونيكيشن تبعك غامضة إذا كانت رسالتك غامضة بالميسج اللي بتقدمه بتتواصل فيه مع عملاءك أكيد راح تخسر The easiest way to lose is to confuse If you confuse you lose إذا بتشوش الناس اللي بيسمعوك ما هتستفيد أبداً راح تخسر الديل أو راح تخسر communication أو راح تخسر ماركتنسيج راح تخسر الجمهور وأكيد هذا الشيء ما بدك يصير وعشان هيك هاي الحلقة إليك أوكي بعض الأشياء اللي بحب بأعملها أني أدخل بحوارات مع الـ sales people مع الماركترز مع الـ business owners من خلال الإيميلات من خلال الـ chat أحاول من هاي الكميونيكيشن أو الحوارات اللي بدخل معهم فيها أني أشوف قدرتهم على إيصال المعلومة قدرتهم على الوضوح قدرتهم على الإقناع وقدرتهم على الإغواء والإغراق إلي يعني باختصار للعملاء تابعونهم أو الجمهور المستهدف إليهم بأعمل هاي الأشياء بسبب بسيط السبب هو أنه بحاول أنا دائما أساعد جمهوري أنه يبسط الماركتينج ميسج طبعه بحيث يوصل لنتائج أفضل في التسويق من خلال هاي الكميونيكيشن اللي بأعملها مع بزنس اونرز أو مع ماركترز أو مع سيالس بيبل بحاول من هاي المسيجات أفهم وأحدد المشكلة اللي بواجهوها الـ بزنس اونرز أو الماركترز أو السيالس بيبل لما بيوصلوا وبيحاولوا يتواصلوا مع عملاءهم حتى أعطيكم مثال من اليوم الصبح صراحة كان فيه شات بيني وبين شخص شركة يعني المفروض بيحاولوا انهم يبيعوني وشوفوا الـ bottom line انهم يبيعوني السيرفزيز اللي بعملوها تكنيكال تكنولوجي و شيء زي هيك بس المشكلة هين مشكلة انه بيبلش بالحوار معي انه هاي ذير هاي كلمة هاي تجنبها بالمرة انساها انسا انها موجودة بمصطلح الـ business أفضل كون دايدك وواضح كون في عندك الـ elevator bitch اللي هو sentence أو statement بتوضح بالضبط انت شو بتحل شو المشكلة بتعملها وشو بدك مني وكيف انا ممكن استفيد منك كـ customer وكيف انت ممكن استفيد مني كـ business owner فمجرد ما بلش معك او انت بلشت بالحوار بينك وبين العميد المحتمل انه نبحث عن طرق التعاون مع بعض مباشرة dead end او نبحث عن طرق انه نفيد بعض فيها dead end مباشرة او نبحث عن طريقة نكون شركاء فيها برضو dead end ما تكون غامض خلي رسالتك واضحة باختصار الشخص اللي بسمعك بهمه يعرف ثلاث اشياء مباشرة يعني من اول اربع لحظات يعرف ثلاث اشياء يعرف اول شي انت شو بتعمل شو القصة هاي كله عن ايش ثانيا بهمه يعرف شو راح يستفيد منك ثالثا بهمه يعرف المعلومتين المعلومتين الاولى والثالثة الاولى والثانية اللي هي ان شو انت بتعمل و شو بستفيد منك بهمه يعرفها بوضوح بيسر ببساطة يعني اذا بدي مثلا انا اقدم نفسي لعميل محتمل عندي في مثلا افرز التدريب عندي اوكي فهيك بحكي بحكي انا مدرب ريادة اعمال بساعد الماركتنرز انهم يتعلموا طرق تجديدة في الماركتنج من خلال اولاين كورس هاذا الولاين كورس بساعدك تحقيق لها واحد اثنين ثلاث هذا الرابط له اذا حد تشتريه ما بعملهاش ان واحد يفهمني ما بدخلش بحوارات فيغ وتكون بالنهاية انه اوكي طيب انت و شو عم تعمل قرأ لي ايميل ستين سطر شاف لي فيديو كذا تليفون عشر دقائق وبالنهاية ما فهمش انا شو بعمل او بشو بدي ما نكون مستحيين كماركتنرز بتكون مستحيين انك تحكي شو بتعمل و تطلب الوردر او تطلب تحكي انا بعمل واحد اثنين ثلاث بقدم واحد اثنين ثلاث هذا الوفر اعمل الوفر بشكل دايركت ما يكونش صعب على الاودينس عندك انهم يفهموا شو بتعمل لانه بالنهاية اذا ما فهموا شو بتعمل ما هيشتروا و انت انت بتقدم الخدمة هاي اعتقد بعض المشاكل او بعض الاسباب اللي بدأدي لهذه المشكلة اللي انا لاحظتها من خلال الحوارات اللي حكيتلكوا عنها انه بيكون خايف يخسر الصفقة او خايف يخسر الشخص انه هاي اذا انا بحاول ابيعك معناته انت راح تكش مني لا مش هيكش منك اكيد اذا هو محتاج الخدمة اللي عندك قدمت له ياها انت بشكل واضح ووضحت له انت كيف بتساعده فيها مش هيكش منك ليش هيكش منك مش هيكراك اكيد باختصار انه اذا محتاجها بيشتريها اذا مش محتاجها بيحكيلك لا او على الاقل خلص اذا مش محتاجها الان ممكن يحتاجها لاتر بس خلص هو علقت في ذهنه انت شو بتعمل وانه ممكن يلجأ لك في المستقبل اذا احتاج هاي الخدمة اوكي ارجع والمثال الحكيلكي عنه اوكي هون بلش معي هون هاي حوذيفا هاوا يو دووني انا اسم اكس انا بيزنينس هيد اما او بيزنينس هدا انا احبها بطواتى كبيرا بنا بนะคะ نعنى أن نمیق بين افجارين اوكي اشتريا او 때문에 اكترى بالمشانات هذا المسجح مباشرة بلش معي على الـ Linked In أنا لو ما كان وشو أعمل؟ بتكون مور كستاميز أكثر من هيك ووضوح أكثر من هيك وبحط البنفتس للأودينس تبعوني قبل الفيشيرات تبعتي يعني باختصار الكستمر بهمهوش أنت شو الشركة التي تعملها شو بحكي لي أنت بيهموا المعلومات ومع المعروفات بهموا المعلومات هاي بهموا كيف هيستفيد منك أنت كصاحب بزنس أو كمقدم خدمة أو كصاحب برودكت هذا الذي يهمني من هالشخص مثلا ككستمر ونفس الفكرة هالكستمر يهمه هالحكي يرفسه منك أنت كـ Business Owner أو كـ Entrepreneur طيب لو أنا كنت مكانه بتكون المسيج تبعتي بشكل أوضح من هيك أول شي بعمل سيرتش أكثر عن الشخص اللي بحكي عنه يعني لو أنا مكان هالشخص هذا بدي أبعث المسيج لحذيفة بروح أشوف أول شي حذيفة شو بعمل شو الأشياء المهتم فيها وجدت أنه حذيفة مهتم مثلا بالتكنولوجي اللي إليها علاقة بالـ Online Marketing فأجي ببلش المسيج كما يلي هاي حذيفة I noticed that you are interested in الـ Digital Marketing والتكنولوجي that supports Interpreneurs بالدجتال marketing ويحدث أننا نصنع شيئا لكي يساعدك أكثر بشكل أفضل ويبعثها إذا كنت أريد أن أعطيك أكثر أرجوك بالتكنولوجي طلبت permission هاي نقطة مهمة تانية بالكوميكيشن معظم الماركترين عندما يحاولوا يوصلوا لـ Potential customers أو يعملوا prospecting online بيعملوا بيبعث الماركت المسيج بشكل هيك من دون لا إحم ولا دستور لا أنت هيك هيك بالطريقة هي بالضبط تفصل العلاقة بينكم بينما لو طلبت permission بوضوع مختلف الآن أنت أصبحت بشكل أعلى يعني بالمثال اللي حكيته أنا لما بعثت له إنه حتى أعرف وين الخلل فكملت معه ولا هو في الواقع أصلا مش لازم أكمل يعني مش لازم رديت بالمرة أصلا بس أنيوي لا والله حتى أنا مش راد بعتلي مرة ثانية فعشان هيك أنا أكملت طيب أنيوي مرة ثانية شو بعتلي هون بحكي لي I run an IT company here in Dubai and we have experts in website mobile app e-commerce solutions B2B IoT blockchain I was wondering if there is any opportunity to collaborate and work with you together هاي مشكلة ثانية إنه طبعت أبو العريف هاي إنه أنا بعمل كل شي أنا أبو البزنس كله أنا بشتغل بالإنترنت of things بالبزنس to business وبالبلوكتشين وبالموبايل application وبالووبسايت development وبالـ e-commerce solutions يا زلمي أنت ناسا ولا شو ناسا ولا ما بتعمل الحكي ناسا شغلتها واحدة بس متخصصين بالفضاء بس ما بعملوش أشياء ثانية بالأرض ما لهم الشغل طب مستحيل فهي فكرة إنه أنه أنت Mr Everything هيتجنبها إطلاقا كون متخصص التخصصية بتعطيك أفضلية قوية جدا في سوق العمل كلما كنت متخصص كلما كانت طلب عليك أكثر وكلما كانت الرسالة تبعتك واضحة أكثر فالـ ambiguity هون تأتي مرة ثانية من عدم التخصصية أحد الأسباب اللي بيكون المسج فيها ambiguous مش واضحة من الماركتر إنه أصلا يحاول يضبط له marketing message تضبط على كل شيء لا يضبط بدك تكون أنت متخصص حسنا شوف شو حكينا بعدين أنا بعثت له هاو هو بسألني أنه هناك opportunities to collaborate together هاي مش خطأ ثاني هون بالـ call to action أو بالشيء اللي يطلبه مني حسنا بعثت لي أنه هو Mr Everything حسنا بعثت لي أنه هناك فرص ممكن نشتغل فيها سوا أنا مثلا أقعد أفكر شو في فرص أشتغل معك فيها لماذا؟ أما هو أنت يعني مش big deal ممكن تكون big deal أكيد طبعا ما بقلل من احترام حدا هون بس أنا ما بعرف عنك فمش رح أروح أقعد أعصر أفكاري وأعمل brainstorming وأنادي صحابي وجماعة عندي تعاوذ خلينا نفكر كيف بدنا نشتغل مع هالزلمي ولا كيف بدنا نلاقي فرصة نشتغل معه لا ما أعطيني قاعد الله أنا واضحة عشان أعرف أتواصل معك عشان أعرف أشوف في فرصة مرة ثانية أنا مش بقلل من احترام من الناس بس الفكرة هون انه انت هيك فكر ك business owner فكر انه الناس أكيد طبيعي مش بعرفوك ومش ميتين حتى يشتغلوا معك انت دورك توسط الفكرة بشكل واضح بشكل سلس حتى تفاعل الناس وتحفزهم يشتغلوا معك طيب شو حكينا له أنا بعثت له هاو كيف يعني عشان أخلي هو يعمل هومورك أكيد مش أنا فأقول لي اوكي نستطيع إعطاءنا ويصبح تكنولوجي بارتنر معك لك تنطبق هون صار فيه يفتي الموضوع صار هو يعرف انه عندي بروجيكت وبدو يصير هو تكنولوجي بارتنر واني افمي بروجيكت نفس الفكرة امبيجيوس هاي الكوميونيكيشن ضربتها لانه هاي مثال لانها بتنطبق يعني انا شفت هالحوارها نوعيته تقريبا بالتسعين بالمئة من البيزنس كوميونيكيشن والسيلس كوميونيكيشن والماركتي كوميونيكيشن اللي موجودة بالسوق مع العرب مع الاجانب مع غيره اللي بيكون مش واضح بيخسر الدل عشان هيك بيعانوا من المبيعات عشان هيك مش محققين ارباح كويسة عشان هيك شركات بتسكر البيزنس تبعها لانها باختصار مش عارفين شو ببيعو همه اصلا مش واضحين مش واضحين مع انفسهم فالوضوح بدرجات عالية مهم جدا بديش انا امللكم من المسج لانها استمرت على هالسيري على هالمنوال يعني ما في ابدا وضوح لا بكولتو اكشن لا شو بدي اعمل عشان اشتغل معه ولا شو هستفيد اذا اشتغلت معه ولا الاشياء الواضحة اللي انا محتاجها فعلا اشتغل معه فيها وهو مجرد ما وضع نفسه انه مختص بكل شيء فقط اهتمامي وهلو مجرد فما تكون انت تخطئ هالخطأ ما تعمل هالعملة هاي بالـ Business communications كون واضح اعطيكم tips مرة ثانية كون متخصص متخصص بمجال معين بشيء معين انعرف فيه لما تقدم المركت المسج اعمل لوب له فكرة انه تشويق تشويق الشخص اللي يبس معك او اللي تحاول تواصل معه هو اللي يريده يعرف اكثر عنك كيف يمكن تعمل هيك قلنا بالتخصصيه ثاني انك تعمل الهومبورك تبعك تعرف اصلا هو الجمهور تبعك او الادية الكستور تبعك عن شو ببحث و شو محتاج ثاني نقدم نفسك بطريقة واضحة تماما ممكن تستعمل هالفورمالة اللي هي here is what i have here is what it will do for you here is how to get it هذا الشي اللي انا بعمله هيك ممكن تستفيد منه وهيك ممكن تحصله بس جاوب على هالث اسئله والوفر تبعك بيكون واضح اذا عجبتكم الحلقة عملوا لي like, subscribe, share تشوفوا الحلقات اللي فاتت اعملوا الجرس على اليوتيوب عشان تشوفوا الحلقات الجاية و انشروا هالحلقة بين اصحابكو بعثوها لا اي حدا ممكن يستفيد فيها هدافي مرة تاني هون هو اني اثري المحتوى العربي فيما يتعلق بالدجيتال ماركتنج والاللين ماركتنج والديريكتر سبورس ماركتنج اللي بتساعد رواد الاعمال والستارت اوبس مثلكو بينهم يطوروا مشاريعهم ويحقيقوا نتائج افضل شوفكم حلقة جديدة السلام عليكم